تلاوة القرآن وعظيم مكانتها وقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لم تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور فذكر الله تعالى تلاوة القرآن في مقام الأعمال الصالحة العظيمة قرن تلاوة القرآن بإقامة الصلاة وبالإنفاق في سبل الخير وقال يوفيهم أجوراً ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ولا يليق بالمسلم أن يدخل شهر رمضان ويخرجه ما ختم القرآن لا بد من أن تختم القرآن ختمت أكثر من ختمه هو أكمل وأفضل ومن قرأ حرفة من كتاب الله فلهوا به حسنة والحسنة بعشر أمثالها شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم